فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الذي يستمع إلى دروس العلماء عن طريق الأنترنت هل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسى لك طريقا يلتمس به علما إلى آخره نعم يدخل به ولكن ما هو مثل الذي يجلس عند العلماء ويسافر لهم ويستمع منهم له نصيب من الفضل والأجر لكن ما هو مثل الذي يجلس عندهم ويسمع منهم ويسألهم يجيبونه نعم